إزاي أحمي نفسي من الاستغلال العاطفي؟ هل ده ينفع؟ هل أنا بعمل حاجات أخلي اللي جاي يستغلني ده ما يقربش؟ مهمة قوي قوي النقطة دي ركزوا معي أحمي نفسي إزاي؟ راجل أو ست؟ فيه كنت عندي عدد من المقالات كده سميته المسافات الأمنة طول الوقت طول ما عندك مسافة فيه خط رجعة طول ما الناس وهي فعل قطها بتعمل مسافة بينها وبين الطرف الثاني بينها وبين شركها فتعرف تشوف كويس وتعرف تتراجع يبقى فيه فكرة أنه أنت عندك خط رجعة القرب الشديد طول الوقت معم طول ما احنا مصرين على حالات الالتصاق وأنه عشان أقولي أن أنا بحب الطرف الثاني ده بنت تقولي أنها بتحب ولد أو الولد يقولي أنه بيحب البنت فتبقى حالات الملاحقة والارتباط المفرط أنه عارفين تاريخ بعض من أول ما بيصحوا الغت ما بيناموا دي أزمات ودي اللي بتعرضنا للاستغلال يعني البنت اللي بتعمل كده والولد اللي بيعمل كده هو بيحط نفسه قدام الطرف الثاني إنه يستغله لو أنا بقدم لك نفسي على طبق من دهب اللي هو يعمل في اللي أنت عاوز أصلاً يعني فيه علاقات بتبقى بدأة سوية ويتحول أحد طرفيها لاستغلال الآخر من قطر الأخطاء اللي إحنا بنرتكبها العطاء والمفيش مسافة والحياة كلها وتقديم تقارير كل ده بيبوز العلاقة مش بيصلحها ده إحنا الموضوع ده عايز حلقات وحلقات وأنا بوعيدكم إننا إن شاء الله نعمل أكتر من حلقة على الاستغلال العطفي بس لو استفدنا النهار ده حاجة في النهاية الحلقة نستفيد بالمسافات فن وضع المسافات فن إننا ما بقاش لزقف اللي بحب 24 ساعة إزاي أشغل دماغي مش عليه يعني مش أشغل دماغي عليه إننا أشتغله لكن أشغل دماغي على نفسي إننا بقى ماشية صح العلاقة تمشي متوازنة زي ما كنا دايما يسمع يقولك إيه اللي قدر يتقدر هتقدرني قدرك آه زمان أهلنا كانوا بيقولوا كده بس هما الصح لما لاقي تقدير قدي تقدير جرعات متبادلة يعني ما بقاش أنا مدلدقة كل حاجة وهو ما بدينيش حاجة ما بقاش هو طول النهار قالت إيه شربت إيه نمت إيه وهو ما بيسألش عليها غير مرة واحدة في اليوم فالاستغلال العطفي إحنا اللي بنقدم نفسنا ضحايا لهذا حرامي العواطف لما سميه النصاب العاطفي